اخوتي اخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم دائما عبد الرحيم قناة الجرية العربية اليوم عندنا لكم مجموعة متنوعة من المواضع كيفما تنوعدكم دائما اول شي بخصوص الوظائف يعني الخدامي للناس تقلب واليوم كين عندنا اليوم يعني وظائف سواء الناس اللي عندهم ديبلومات ولا الناس اللي عندهم لا لاوريا وكذلك الناس اللي ما عندهم لا ديبلوم ولا اي شي حتى ولو ما سكون مقارش وخصوصا اليوم غادي نتكلموا على الناس اللي بغوا يخدموا في البناء في البني يعني سواء كمانوالي ولا كمحتريف ولا ككابو كانتيري ولا كليسي سوق القرو هدو عنا لكم وظيفة اللي بغوا يقدم الطالب في مجموعة من المناطق هنا في ايطاليا كذلك غادي نتكلموا على الحالات الوبائية اليوم في ايطاليا والفوضى العالمة اللي عمات هنا اوروبا بخصوص هاد الكوفيد اللي غادي تنتشر بسرعة فائقة وتنشوفوا التخبط دي المجموعة من الدول واولهم فرنسا اللي علنات على انها غادي تغلق لمدة شهر يعني اللوكداون ابتداء من يوم الخامس على الساعة 12 بإذن الله وغادي نتكلموا على المانيا كذلك احتها هي اللي غادي تدير اللوكداون إغلاق لكن لايت سموه هما اللوكداون لايت غادي نتكلموا على غرام بريطانيا ومجموعة من الأخبار المتفرقة إذن بعد الفاصل سنواصل إذن كيف ما قلت لكم في الأول بالنسبة للوظائف كنا اول وظيفة في البانكة دي الإيطاليا يعني كونكورسو خاص ب30 دي اللو رياضي اللي عنده مشاهد العليا حتى هذرا فرصة كنين لوليدات أولاد الأجانب اللي قارن وشدوا للاوريا هذي فرصة ديالهم اللي بايقدم وراها يعني اللاوريا اللي مطلوبين هي تكون شهدية إما في الإيكونومي ولا في شانس إيكونوميكا ولا شانس بوليتيكا يعني هذو كلهم دي لاوريا وأنا غدي نخلي لكم دائما الرابط ولي بغيدخل ويزيد يتعمق في الموضوع اللي عنده به الغارض لأن هذو وظائف اللي تخلصوا فيها مزيان وديلين فيها الكونترا أند ترمينادو يعني كونترا دائما وآخر أجل ديال تقديم الطالب هو النهار 24 في شهر 11 لهذا ما تحاولوش تفوتو هذي الفرصة لإخوة الأخوات اللي هما عندهم الحق أنهم يدوزوا هذا الانتيحان وراها طالبين أقل شيء يكون عندك 18 سنة بطبيعة الحال لأن الشهد العليا ضروري تكون فيها 18 سنة وما محددينش واحد للسقف ديال السنوات ماشي 40 ولا 50 عام إذن كذلك غادي نتكلم لكم على الانتيحان الثاني اللي هو خاص لربع عشر ديبلومادي إلى ورياتي دائما اللي عندهم الباق وشهد العليا يعني 14 وظيفة فين في الكموني ديال فياتري سلماري فياتري سلماري هذا يعني فاتحين هذا الامتيحان خاص بالإخوان والأخوات اللي بغاء يشتغل ويكون عنده ديبلوما واللاوريا شهد العليا وفاتحين بأن بيكون تراتو اندترمينادو دائما ولكن لمدة 18 ساعة أسبوعيا فقط يعني 50% برتاين كما تقولوا هنا آخر أجل لتقديم الطالب هو 22 نوفمبر 2020 واللي بغاء يتعمق في الموضوع رانا غادي نخلي لكم حتى هو الرابط هو يعني غادي يشتغلوا كمساعدين إذاريين أو تقني ودائما بالعقد دائم لكن برتاين لمدة معينة يعني لساعات معينة فقط في الأسبوع اللي هي 18 ساعة إذن الإخوان والأخوات غادي نتكلموا لكم دبا على الناس ديال عقد البناء عقد البناء يعني نرى أي واحد ما يحتاج لا ديبلوم ولا أي شيء اللي غادي يحتاج هو أن يكون عنده العرف يكون عنده الصنعة كما تقولوا وهنا كينين بعض الشركات اللي طالبين حتى المانوالي يعني العادي اللي ما تعرف حتى شي حاجة منوالي والتي عون تساعد وإذن كما تتشوفوا هنا يا أنا حطينا لكم مجموعة من الشركات اللي طالب عموال أوبيرايو ديسبوني بلا ترسفيرت لأنه كل عموال اللي قدروا يتنقلوا لأنه كين شركات يخدموا شهر هنا وشهر لهيه لكن دائما غير في إيطاليا في داخل إيطاليا كين هنا جوش هذه الثالثة أوبيرايو ايدلي كما تتشوفوا هناك كين في بيسكارا في لابروتسو طالبين حتى هما مجموعة من البناية كينين حتى في بيرغامو في لومبارديا أوبيرايو ايدلي سيتور اندوستريالي إذن كينين في مجموعة من المناظق في إيطاليا وهو مجنوعين كين النوع اللي عنده فيسو يعني تخدم غير في المدينة وكين الأنواع اللي تخدمون في مدينة مختلفة كل مرة تخدم في مدينة تكون disponible انك تخدم اتراسفيرتا وهنا يعني أنا غاد نضغط غير على وحدة من هات الشركات علش باش نوري لكم عكيفاش تديروا باش تقدموا الطالب ولا باش تعيطوا لهم في التليفون وكينين اللي طالبين غير مانوالي عادي وكينين اللي طالبين اللي سيدروا بالمرطوب وكينين اللي سيدروا الجليج كينين طالبين هذوك اللي تخدموا في إيسكافاتوري كينين اللي طالبين يعني مجموعة دي الأنواع كتيرة اللي طالبين حنا اليوم يعني غاد نختاروا لكم غير وحدة من هادو باش نشرح لكم غير طريقة كيفاش تدخل وتقدم نفسك إذا هنا دخلنا الأوبرايو إي ذيلي يعني عامل في البناء هانتم ما تشوفوا دابد الأوبرايو إي ذيلي عاطي نقلك يعني شهرية ديلك ما بين 1200 أورو إلى 1600 أورو وشنو تختلف على حسب وشنو مانواري يعني عادي اللي تخدم بعادي ولا الموراتوري البناء ولا ذاك الإسكافاتوري اللي تخدم في إسكافاتوري الحفار وكينين حتى اللي تخدم في القروة القرويستي وباغين حتى كابو كانتيري يعني الشافة ذي القانتيري هذاك حتى هو لكن طالبين تكون عندو شيء أتيستادو سبق شدها من شيء شركة أخرى هذه مهمة ليست ديبلوم ولكن أي شركة كنت تخدمها يعطيك هذه الاستادو بأنك كنت كابو كانتيري وخدام جيد اما بالنسبة للباقي لا يحتاج أي شيء المنوالي أو كل الأنواع الأخرى لا يحتاجون اذا سأمر الموضوع فرنسا كما قلت لكم كورونا في فرنسا ابتداء من نهار الخميس اليوم 24 عام اما في 12 ديال سيبدأ اللوكداون في فرنسا اليوم 28 يخطب هذا ماكرون على الشاب الفرنسي على أساس يوضح ليهم ويصرح ليهم مجموعة من الإشكاليات ويصرح ليهم كل المعلومات الخاصة كذلك يشرح بأن لأن في فرنسا الآخر حالات التي تسجلت المبارح هي 33 ألف حالة و 523 وفاة يعني هذا اللي خلهم أنهم يديروا الإخلاق وإلا غادي توصل فرنسا إلى ما لا يحمد عقبة لأنهم هم تجاوزوا السقف ديال مليون كونتاجي مليون مصاب لهذا تنطلب الله سبحانه وتعالى الإعفاء للجميع هنا في الأخبار المتفرقة كان هناك تضامن جاء من طرف المحلات في هذه المدينة سانتا أكرا دانجولو هذا بحكم أن إيطاليا أغلقت المطاعم والمقاهي يغيس الدوم على الساعة السادسة احترق المحلات داخلين ديال الحويج وأي محل في هذه المدينة غلقوا كلهم على الساعة السادسة غلق تضامنا مع هد الأصدقاء ديالهم كلهم وبدأت المدينة كل سادة مع الساعة ديال العشية في الخبر الثاني اللوكداون في ميلانو يعني ناد رئيس المجلس البلدي ديال ميلانو تصرح ردا على واحد التصريح قام به المستشار ديال وزير الصحة اللي هو والتر ريتشاردي اللي قال أنه لازم من إغلاق كله لميلانو ونابولي بسبب حال الطوارئ ناد هذا جوزيب بيسالا اللي هو السين داكو دير ميلانو ترد عليه وقال ليه راه الإغلاق دير ميلانو في الوقت الحالي يعتبر خطأ كبير وانا قليت نتحمل المسؤولية كاملة في هات القرار اللي تقول علاش لأنه ضروري نعطي واحد شوية الوقت نشوفه قادم الأيام أشو غادي تدير من هنا الأسبوع ولا عشر أيام إذن قال لي نخلوا هات الأخبار من بعد إذن في الأخابر التالي أنه الرئيس المجلس الأوروبي قال بأن ثلاثة ولا أربعات الجلبات راههم جاهزين في الأخر ديال السنة ولا في أول السنة ديال 2021 مرة من المرحلة الثالثة يجربوا فيها وقال بأنهم سيجربوها في شهر واحد وإذا كان كل شيء سيبدأ في شهر ستة يبدأ التلقيح لكل الناس يعني تسنا وإنتم تشهر ستة وبشيئين تتصيب جاي غير وجدوا روزكم لهذا الاتحاد الأوروبي راه تيعاني كما تقول لكم غران بريطانيا كما تتشوفوا عندها حالات احتهية وفيات مرتفعة اللي وصلت المبارح اللي حدود نوصل لكم الأخبار اللي تتروج ولكن نطلب الله سبحانه وتعالى يحفظ من هذا الوابع ويعني أخيرا سنتكلموا على ألمانيا ألمانيا قالت سنجدوا اللوكداون لايت إذا قالوا سنجدوا اللوكداون لايت إمتى امتداء من نهار ربعة نوفمبر لماذا؟ سيكون واحد إغلاق مخفف كما تتكلموا يعني ماشي المدارس دائما سيبقوا مفتوحة ولكن سيصدق احتهما المقاهي وغادي سيصدق المطاعم يعني هما هنا كما تتشوفوا أن أوروبا متافقين نفس الخطة غادين بها وكذلك العالم غادي كله بنفس الخطة هذا اللي حير مجموعة من الناس ومجموعة من الخبراء اللي تتسألوا كيفاش هذا العالم كله دائما كانوا في حروب في مبيناتهم ودائما كانوا ما تتتفقوش لكن من اللي جاء هذا الكورونا الكوفيد 19 كلهم أصبحوا متافقين على نظام واحد وعلى سيستام واحد غادين به هذا السؤال اللي مطروح وتقدروا أنتم ما تشاركوني في الجواب في تعليقات لأن هذا شيء تخليك تحط مجموعة من علامات الاستفهام وفي الآخر تنطلبوا من الإخوان والأخوات الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وببارتاج الفيديو من إخوان الأخوات ديالكم ودير لايك إلى عجبك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر